حضرتك بقى للملف التالت واتمنى يكون عندنا من الوقت الناقش حتى العنوين الرئاسية الاهلي في افريقيا السنة دي ومشوار موسيماني مع الاهلي من وجهة نظر حضرتك خصوصا انه احنا مرنا مطب كده مطب ما كانش متوقع في دور المجمعات ماتش سيمبا واللي صعبه شوية انك تعدلت بعد منه عطول مع فيتا هنا في القاهرة بص دائما بعرف كرة القدم الناس كلها لازم يبقى عندنا الفكر عندنا الفكر النهاردة المنحنة الفني المنحنة الفني لأي فرقة بيجي وصل للطفور ده معروف رسم البني بيوصل للطفور بلازم على الأقل المنحنة ده يبتدي ينزل شوية تعال بص على كل فرقة العالم كل فرقة العالم النهاردة برشلونة في مركز كام النهاردة ريال مدريد النهاردة لفرقول هتلاقي فيه مطبات كتير قوي فالنادي الآلي اذا كانت هزم من سيمبا واحد وتعزل مع فيتا كلاب هنا اتنين اتنين دي اللي كانت مسار تساؤل فيتا كلاب لان فيتا كلاب مش الفرقة اللي كانت يعني تقلقك قوي يعني مش الفيتا كلاب بدليل ان بدليل ان انت هناك عملت مباراة رائعة طبعا وكسبتوهم فهنا الظروف الظروف اللي تحط فيها النادي الآلي هو عدم التوفيق والفرص اللي مش عايز اقول لك عشر خمانتشر فرصة عشر خمانتشر فرصة ده زائد ضربة الجزاء طبعا اللي كان فيها كلام كتير قوي سامت ان فيتا كلاب اتعدل مع النادي الآلي في القاهرة فتيكة الناس كانت قلقة جدا من مباراة فيتا كلاب حتى في الخارج ولكن النادي الآلي قد اداء رائع اداء رائع وكسب هناك طيب انا يعني هكلمك عن المطش اللي جاي وعندي نقطة تخوف وحيدة يعني المستوى الفني والروح والشخصية بتهالي رجعت لينا في مطش فيتا هناك مطش اللي كسبنات 3-0 مطش المريخ انا بشوفه مطش صعب رغم انه المريخ متزيل جدول الترتيب لكن المريخ على ارضه انا بتوقع وهو بيواجه الاهلي هتبقى مبرار مستهلة بكل مقاييس الجزئية هنا اللي انا شايل همها فكرة الدوليين سواء المصرين مع منتخب مصر او ديانجو بوليا مع المالي والكنغو وارجوحهم في وقت دايق جدا عشان يستعدوا للسفر للسودان تفتكى حاجة دي ممكن تكون يعني عامل مؤثر سلبا ازاي الجهاز الفني يتعامل معها قبل ما تروح تلعب مع المريخ على ارضه هو بس انا ماتش المريخ يعني برضو من خلوه جيت نظر فنية تعالى بس ماتش المريخ اللي اكون في القائرة تكسبت كام ماتش المريخ كسبت تلاتة كسبت تلاتة هل النهاردة النادي الاهلي بيقيمته ببطولاته التسعة بيلعبته اللي ما شاء الله هل النهاردة هيتخوف من المريخ نك يعني بسألك هل يتخوف من المريخ المريخ فيتا كلاب كسب فيتا كلاب كسب المريخ في المريخ كام ايو اربعة واحد النهاردة ما احترامي طبعا الكرة الصورة السيدانية واحترامي لنادي المريخ وتاريخه ولكن الفرقة دلوقتي بتمر بظروف ممكن هو دلوقتي متزايل دا عنده بنت يعني عنده بنت المريخ في الرابع في الرابع المركز هو عنده بنت ده ممكن يبقى بيخليه بيلعب tungt انا بقول لك من اللي يبقىك اللي يبقىك ولا المريخ اللي بقى لك من نادي الاهلي لا مين النهاردة أصبح النهاردة النهاردة النادي الاهلي بيمثل النهاردة فعلا مصدر قلق للفرقة الافريقية كلها ببطلاته بلعبته بروح لعبته بأداءه بكل هذه الأجور فالنادي الاهلي قادر إن شاء الله في مرات المريخ يفوز هناك لأن زي ما قلت لك فرقة المريخ ليس الفرقة اللي هتخوفه في النادي الاهلي